موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم طلبتنا العزاء وصلنا إياكم إلى آخر موضوع في كتاب قواعد اللغة العربية للصف الثاني المتوسط وهو موضوع الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف هو الاسم الممنوع من الصرف هو اسم معرب لا ينون وتكون علامة جره الفتحة بدل الكسرة وطبعا أنا حجيت لكم وهي موضوع جمع التكسير الشيء قليل عن موضوع الممنوع من الصرف فائدة التنوين شنو يعني التنوين هو نون ساكنة تلفظ ولا تكتب وتلحق أواخر الأسماء المعربة غير المعرفة غير المعرفة بأل ولا المضافة هذه سموه تنوين فائدة يكون العلم المركب تركيبا مسجيا منتهيا بويه يعني سيبا ويه ونفطا ويه وخالا ويه كل هاي الأسماء مبني على الكسر مثل هذا سيبا ويه ورأيته سيبا ويه وسلمت على سيبا ويه يعني كل نفس النتيجة ويكون علامة يعني مبني على الكسر في محل أو مثل رفع أو في محنصه وهكذا أما شوكت يكون الاسم ممنوع من الصرف عندنا ب أكثر من ثمانة شروط أولا إذا كان علما لمؤنث منتهيا بتاء التأنيث مثل فاطمة وسارة هذا يكون ممنوع من الصرف يعني شنو ممنوع من الصرف يعني تكون علامة نصبه وجره الفتحة يعني ما عندك كسرة حتى بالجر يكون فتحة أقول سلمت على فاطمة على حرف جر فاطمة اسم مجرور بالفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ثانيا علام مؤنث تأنيثا معنويا مثل سعاد وزينب ومريم يعني ما يكون نهاية تاء التأنيث أقول اذهبي إلى السوق يا مريم مريم شوفوا بالفتحة ما كعدنا جر بالكسرة لمريم سلمت على مريم ما نقول سلمت على مريمي ما يصير بالكسر زين ثالثا علام لمذكر منتهيا بتاء التأنيث مثل حمزة قتيبة وطلحة هذا أيضا نفس فاطمة أيضا يكون منصوب ومجرور بالكسرة علاما منتهيا بألف التأنيث المقصورة مثل سلمة وليلة ومنتهى طبعا هذه راح تكون بالحركات المقدرة أصلا هي مموجودة علاما أعجميا مثل إبراهيم إسماعيل يوسف بغداد باريس كل هذه الأسماء الأعجمية تكون ممنوعة من الصرف أي تجرب الفتحة بدل الكسرة سادسا علاما مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه مثل حضر موت بعلبق سامر يعني أصلا كلمتين حضراء وموت فصارت حضر موت سابعا عدنا علما مزيدا بالألف والنون مثل عدنان زيدان سلمان ثامنا علم على وزن الفعل مثل أحمد يشكر يثرب أقول دخلت مدينة يثرب فهنا يثرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف هكذا العراب تقولون ممصوب مجرور بالفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف تاسعا إذا كان علم على وزن فعل المعدول عن فاعل مثل عمر يعني فعل عمر وزحل فهما معدولان عن عامر وزاحل هذا الكلام كله كان على الأسماء يعني أسماء العلم الآن نأتي إلى الصفات مقلنا جمع المذكر السانم بيوصف وبإسم فالصفات يمتنع الصرف بها لعدة حالات واحد إذا كانت على وزن فعلان فعلاء مثل عطشان عطشة غضبان غضباء هيتحفظوها إثنيا إذا كانت على وزن أفعل فعلاء مثل أبيض بيضاء أكحل كحلاء أعور أعوراء وهكذا إذا كانت على وزن فعال مثل ثلاث ورباع إلى عشار كقولنا جاء الطلاب ثلاثة أي جاءوا كل ثلاثة معا ويمنع جمع التكسير من الصرف إذا كان على الأوزان الآتية هذا شرحنا بالدرس يبقى عندنا شيء أخير أريد تركزون وياي على هذا الشيء يعني خلاص القواعد نفس الكلام اللي قلت آني سابقا عندنا ثالثا علامة جر الممنوع من الصرف الفتحة بدل الكسرة هنا ركزوا وياي إش وقت أحول الممنوع من الصرف إلى متصرف يعني إش وقت أجر بالكسرة عندي حالتين فقط يجوز له أن يجرب الكسرة إذا ضفنا لألف ولام أو جبنا ويا تنوين يعني مثلا قول صليت في المساجد الثلاث المساجد شوفوا من ضفة ألف ولام أصلها مساجدة صليت في مساجد ثلاث هنا إذا قلت مساجد ثلاث ليش لأنه ما بها ألف ولام فيكون مجرور بالفتح بدل الكسرة أما إذا أضفت ألف ولام صليت في المساجد الثلاث المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي هنا صليت في المساجد تحولت الفتح إلى كسرة يعني صار ما ممنوع من الصرف إذا أضفنا إلى ألف ولام فتحت الباب بالمفاتيح أما إذا أقول بمفاتيحة ما يصير قال الله تعالى ولقد زيّن السماء الدنيا بمصابيحة شوفوا بحرف جر مصابيحة اسم مجرور لكن إذا قلت فتحت الباب بالمفاتيح بالمفاتيح نقول المفاتيح اسم مجرور عام جره الكسرة لماذا؟ لأن جدت قال التعريف وياه فكل اسم لا ينصرف أو نسميه ممنوع من الصرف بناء على التسع نقاط التي ذكرت لكم إياها في الاسم والنقاط الأخرى التي قلناها بالوصف بناء على هذه النقاط إش وقت يسمحنا نسوي مجرور الكسرة إذا أضفنا لألف ولام سلمت على الأخضر الإبراهيمي الأخضر الإبراهيمي هذا وزير كان أحد دول لكن إذا أقول سلمت على أخضر إبراهيم شوفوا لأن هذا على وزنة فعل فعل أخضر إبراهيم لازم بالفتح بدل الكسرة من أضيف الهال لفولان رح أقدر أسوي ممنوع من الصرف الأخضر الإبراهيمي شوفوا صارت مجرورة بالكسرة لأن أضفنا لها الألف واللا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر